سهل خير وأهلا وسهلا بحضراتكم نبدأ معكم حلقة جديدة والسادسة تحياتي لكل الأهلواء اللي بيتابعونا إلغاء دورة أو بطولة أمم إفريقيا قد يكون القرار الأبرز في خلال ساعات أخيرة طبعا مسؤول الاتحاد الأفريقي بيجتمعوا في الدوحة دلوقتي كلهم هناك طبعا عشان يستعدوا لحضور السوبر الأفريقي إن شاء الله اللي هيجمع بين الأهلي والرجع يوم الأربع اللي جاي والقرار محل لدراسة تسريبات بتقول إنه قد يكون بالتأجيل مش للصيف زي ما كان بيتقال لكن لعشرين تلاتة وعشرين وده السيناريو الوارد وقد يكون قرار بتقديم معاد أمم إفريقيا عشان نتفادى التصادم أو حالة التعارض مع السوبر ساعات ويتم إعلان المصير النهائي لبطولة أمم إفريقيا نسخة عشرين واثنين وعشرين في الكاميرا لأول مرة من فترة طويلة جدا بيجتمع عقد النادي الأهلي انضمام الدوليين علي معلول بدر بنون والدوليين اللي كانوا بيشاركوا طبعا مع منتخب مصر في بطولة أمم أو بطولة كاس العرب فيفا كاس العرب وأعتقد طبعا أنه تمرين النهاردة هيكون بشكل أساسي تمرينة كاملة ودي لقطات طبعا انضمام طبعا دخول علي معلول في معسكر الفريق بعد طبعا ملاعب نهائي بطولة بطولة العرب كاس العرب مع تونس هارد لك علي معلول قدموا مباراة قوية منتخب تونس منتخب الجزائي الحقيقة معهم منتخب المغرب قدموا عروض قوية جدا حتى وإن كانوا بيشاركوا بدون المحترفين الأجنف الخارج وانتخب نقدم عرض متوسط المستوى مركز رابع لا بأس به طبعا زي ما قلنا واتكلمنا مبارح المصريين ما بيفرقش معهم تاني من ثالث من رابع مدام ما وصلناش لمنصة تتويج كل المراكز ستتساوى كنا محتاجين بس أكتر نتطمن على المستوى الفرقة وأعتقد أنه العروض اللي تقدمت أعتقد إلى حد ما مرضية لكن لا ترقب التأكيد لطموحات الجماهير المصرية وقد يكون قرار تأجيل أو إلغاء بطولة أمم أفريقيا بيصبوا في مصلحة منتخب مصر بشكل أو بآخر في الظل طبعا الاختيارات اللي أعلن عنها النهاردة مستر كارلس كيروش وكالعادة الحقيقة المدير الفني اللوغز يعني لابد دايما أنه اختياراته تصيب الجماهير بحالة جدل أسماء استبعدت عليها علامات استفهام أسماء انضمت برضو عليها علامات استفهام في النهاية الرجل هو المسؤول الأول والأخير عن المنتخب الوطني وأعتقد أنه يعني هيتحمل مسؤولية قراره الأهم أنه بس ما نوصلش لمرحلة تصفيات كاس العالم أو يعني المرحلة الأخيرة من تصفيات كاس العالم المواجهة لتتلعب من مباراتين مع واحد من منتخبات إفريقيا الكبيرة وإحنا لسه بنجرى أو إحنا لسه مش عارفين الشكل أو القوام الأساسي لمنتخب مصر الحقيقة الرجل استدعى طبعا المحترفين كلهم تقريبا باستثناء يمكن أحمد حمدي هو اللي يمكن خرج من الحسابات وضم عدد من اللاعبين منهم طبعا عدد من اللاعبين بيرامدز اللي كانوا مش موجودين مع المنتخب الوطني عشان مشاركة بيرامدز في الكونفدرالية معادة ذلك تقريبا أغلب الوجوه اللي حضراتكم عارفينها وهنتناقش ونتكلم طبعا على اختياراته النهاردة في ما يتعلق طبعا بقايمة منتخب مصر اللي هتشارك في بطولة أمم أفريق